حذر مواطنون في مأرب من شركة وهمية تمارس النصب بشكل كبير في المحافظة وقالوا أن شركة النصب الشبكية المسمى سلوانا ديموند تنشط في محافظة مأرب ويقود عملية التسويق لهذه الشركة أحد آئمة المساجد في مديرية حريب للإيقاع بأكبر عدد من الضحايا أغلبهم من الشباب الصغير السن وأشاروا إلى أن هذه الشركة بدأت تبحث عن ضحايا في اليمن عبر وكلاء لهم يقنعون الضحايا بالاستثمار بمبلغ لا يقل عن ستمائة دولار ليحصل بعد سبع سنوات على ستين ألف دولار ويتم تحويل أموال المشتركين إلى الأردن ونشد السلطات وجه أمار بتوعية الشباب وتحذيرهم من الوقوع في فخي هذه الشركة الوهمية التي لديها ترخيص ومكاتب في دبي والأردن